استاذ هادي ليش قادين مع حزب الله هل من الممكن ان تتركوا الحكومية وان لا تشاركوه لا مجلس الوزراء ولا مجلس النواب استاذ مونير هو المشكل مش ليش قادين مع حزب الله اليوم جايك رئيس جمهورية فرنسا قال لك حزب الله مكون من المكونات اللبنانية نحن هذا لا يعني ولا بأي محل من المحلات انه الرئيس الفرنساوي معترف بسلاح حزب الله بس هي الاشكالية كيفية مقاربة هيدا الموضوع عملنا معركة من ال2005 لل2008 2009 كانت نتيجتها استشهاد عدد كبير من القيادات السياسية بلبنان وين كان المجتمع الدولي من سلاح حزب الله نحن بننقاطل سلاح حزب الله بشو يعني بالشعارات السياسية فقط المعركة نحن لليوم بالنسبة لألنا بنعتبر العقدة الاساسية بالبلد هي سلاح حزب الله وهي دي قصة نحن بنسبة لألنا من السوابت ولكن هيدا شي ووجود مجلس النواب ووجود حزب الله بمجلس النواب من خلال انتخابات نيابية كشريحة سياسية واجتماعية موجودة هي شيء آخر أنا اليوم لما بشرع دخلك أنا وحزب الله بأنون إلو علاقة بأي موضوع بشرع انطلاعا من وجود سلاح عنده إياه حزب الله عم بيفرضوا علي لا هذا موضوع وهذا موضوع هيدا إشكالية وجود هذا السلاح هي بالنسبة لألنا قضية ضروري جدا معالجته لأنه ما بتقوم الدولة لما بيكون في عندك سلاح خارج إطار هذه الدولة ونحن بنعرف تأثير هذا السلاح اليومي بكتير من القرارات عند القضاء وعند السلطة السياسية وبمجلس الوزراء وبمجلس النواب وبغيره 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 ولكن آخر شيء هذه قضية ما بتنحل بالخطابات نحن طبعا بالنسبة لألنا موقفنا موقف واضح إذا كانت الاستقالة مثل ما هلأ عم نحكي هي الحل للانتهاء من مسألة إشكالية سلاح حزب الله بكرة الصبح من استقيد ولكن أنا بدي سأل سؤال كل هذه المعارك اللي انخاضت كل هذه المعارك اللي انخاضت واللي دفعنا فيها دم ودفعنا فيها شهداء عشرات شهداء وصلت النتيجة قدرنا نزعنا هذا السلاح اليوم هذا السلاح كلنا بنعترف أنه هذا السلاح مرتبط بقضية إقليمية اليوم الحوار ما بينه الحوار أو الصراع الأمريكي الإيراني أو الصراع الدولي مع إيران وحدة من هذا الصراع هي مسألة سلاح هذا الحزب ونحن أساسا موقفنا واضح وكل يوم عم نحكي هذا الموضوع ومبارح مع الرئيس الفرنسيوي وقبل منه مع الأمريكيين وبعد منه مع السعوديين ومعه معه معه مع كل المجتمع أنه هذا الموضوع يا جماعة ساعدونا لحله وحل هذا الموضوع هو مع الإيراني لو نحن داخليا عندنا إمكانية باستقالة أو بمقاطعة حكومة أو بغيره الحكومة لهم ما بدا نشارك فيها راحوا أقلفوا حكومة من 8 أدار ومشيت جمعة 2-3 شهر 2-3 وصلت إلى الكوارث أوكي وصلت إلى الكوارث وفشلت ولكن النتيجة كانت نتيجتها أنه قدرنا حلائنا أزمة السلاح استقالنا بارح استقال 7 من النواب وبكرا نحن لمعلوماتك كنا عم ندرس مسألة الاستقالة قبل استقالة الحكومة أنا واحد من الناس بيقلب كتلتنا الكل بيعرف كنت عم متواصل مع النواب ومع الرئيس فكرتوا أنت والقوات والاشتراك بالاستقالة وقلتوا الاستقالة بجيوبنا 100% وفكرنا نحن بنتيجة هذه الاستقالة للإطاحة بالحكومة اللي هي مدعومة من حزب الله بس لما نستقالت هذه الحكومة واليوم في عندك ناس عم تجي تقول لك أنا بكرا بدي انتخابات نيابية مفكرة وبدأ أنون انتخاب جديد وبدأ روح إلى انتخاب يمكن رئيس جمهورية جديد والكل عم بيطالب بهذا الموضوع بيجي أنا وجيك رئيس جمهورية فرنسا عم بيقل لك تعود هنشوف كي بدنا نلاقي حل لحتى نقارب لحتى نقارب بعض الأمور نجي نحن نقبله استقالة بوجه طيب وبالتالي ومنعطل تجديد منعطل اليوم حكومة جديدة للشعب اللبناني أفهمتك ووسط الفكرة أستاذ هدي